السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركة الإخوان أخوات أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم والحياة مدرسة مع أم محمد اليوم إن شاء الله بإذن الله سوف ترى واحد الفيديو مغير الفيديوهات السابقة اللي مولفين في القناة اليوم إن شاء الله سوف نبدأ سلسلة قصص القرآن إن شاء الله بإذن الله نحاول ممكن نبسطوهم لكي نتعرفوا عليهم إن شاء الله عن القرب يعني باش نتعرفوا عليهم لا أنا ولا أنتو ما شاء الله نتعرفوا عليهم من خلال هد يعني التبسيط اللي غنذروا القصص اليوم إن شاء الله اللي غادي تكون هي غنبنوا إن شاء الله بقي أول قصة هي قصة آدم عليه الصلاة والسلام يعني قصة آدم وأمو نحوة وكيف تم هبوطهما يعني من الجنة إذن قبل ما نبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أدى الأمان ونصح الأمة وأزال الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أته اليقين ونحن على ذلك من الشاهدات إن شاء الله إذن نبدأ على بركة الله أول قصة من القصة القرآنية قصة آدم عليه الصلاة والسلام وأمو نحوة إذن قبل ما نبدأ قد نبدأ بوحد يعني الآية من الآية دي القرآن الكريم وبالضبط في صورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه قل الله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم هذه بعض الآيات من صورة البقرة كما قلت إذن بدأوا على بركة الله لقصة سيدنا نوح عفوا سيدنا آدم وأم الحواه باش بدات عصى آدم ربه إذن لعصى عصى آدم ربه وأكل من الشجرة التي حرمها عليه الله في الجنة وهبطت معه حوائن حتى هي إلى الأرض حين أكلت من هذه الشجرة وراح الشيطان يضحك منهما إذن لما وسوس لهما بدك يضحك لهم بعد أن نجح في الوسوسة لهما فطرد هو الآخر من الجنة يعني تتنذب ثلاثة ذي لهم طرد آدم وأمون حواء وكذلك الشيطان الذي وسوس لهما وأحس آدم وحواء بالندم الشديد على عصيانهم لله سبحانه وتعالى وأما الشيطان فقد كان فرحا بأنه ظل آدم وحواء ومن هنا علم آدم أن الشيطان عدوا له ولدريته من البشر جميعا من هنا أعرف سيدنا آدمي أن العدو اللوجود دياله دبا في الأرض والشيطان ليه ولدريته دياله وكان آدم قد نزل من الجنة على جبل في بلاد الهند لم يهبطوا سيدنا آدم هبط على واحد الجبل في بلاد الهند أما حواء فكانت قد هبطت على جبل من أرض الحجاز ما يسمى دبا بالمملكة العربية السعودية ولم يكن أحد يعرف طرق الآخر يعني ما كانت شي واحد كعصة طرق الآخر ولم يكن على الأرض سوهما ما كان سيدنا آدم وأمنا حواء والشيطان وما كانوا على الأرض لا زرع لا طير ولو أعتذري لك أن يعني كان نهضر شوية بالعامية باش كل شي فيهن إذن من اللي أهبطوا سيدنا آدم بكى كثيراً وتاب إلى ربي يعني عارف رسول الخطأ اللي دير يعني من اللي اعطى الله صلى الله عليه وسلم في الجنة عارف رسول الخطأ فتاب يعني فبكى آدم وتاب إلى ربي وهكذا كذلك حواء قد كتب كيف المكان له بتطفيه يعني فتاب عليهما يعني بجوجه إذن وقبل الله توبتهما ووعدهم يعني ودع وعدهم الله صلى الله عليه وسلم بعودة إلى الجنة ولكن فحض الوقت يعني ما غير جعوش ديك الساعة لكن لا زال كل واحد منهم منهما يعني وحيداً على سطح هذا الأرض يعني كلهم سيد أمونا حواء بقات في جبل في أرض الحجاز وسيدنا آدم هبط على جبل في الهند وحتى وحد ما كيف أفترق الأخر إذا الفراح آدم ينظر فلا يرى أحداً وينادي فلا يسمع إلا صوته يعني فقاكي غود كي تسمع الصوت ليالو وتذكر يوم أن كان في الجنة وكانت الملائكة تطوف حول عرش الله تعالى وتسبحه وتقدس له تقدس له فقال آدم يعني تذكر يا رب وحدي أنا الذي أسبحك في هذه الأرض الواسعة أنا الذي كسبحك دفع الأرض الواسعة أليس من أحد آخر يسبح لك فوعده الله تعالى أن يجعل من دريته وأبنائه من يسبحون بحمد الله يعني يسبحون بحمد الله أن وعدو الله سبحانه أنه سيجعل سيكون عنده خليفة يعني اللي سيسبح له في الأرض إذن ويبنون هذه الخلائف في الأرض من أبناء سيدنا آدم هم الذين سيبنون المساجد للصلاة والذكر وكذلك أن من بين هذه المساجد وأن المسجد الأول سيكون هو مسجد وهو المسجد هو مسجد بيت الله الحرم هو المسجد مسجد الله الحرم يعني بيت الله الحرم هذا المسجد سيحج إليه الناس من كل بقاع العالم ليطوفوا حوله يعني ليطوفوا حوله ويسبحون الله تعالى فيه يعني لعبادة الله تعالى فيه يسبحونه ويطوفون به إذن أول الشيط ويأتون إليه من كل فج عميق إذن كما قلناه هو أول بيت الله تعالى في الأرض فقال آدم يا رب وأين هذا البيت الحرام العتيق يعني فين كين هذا الأرض يعني آدم يتساءل فأخبره الله تعالى أنه بمكة بلد الله الحرم يعني أن هذا المسجد سيكون بمكة وأحس أدى آدم بالشوق والحنين لزيارة بيت الله الحرام بمكة يعني حسب الحنين والشوق فلما علم الله تعالى صدقه أمره أن يذهب إلى مكة حيث بيت الله الحرم يعني أمره باش يمشي هذا المسجد اللي هو بيت الله الحرم ليطوف به وكذلك ويدكر ربه عندهم لأنه كان في الجنة يعني العمل دي الملائكة هو تسبيح لله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى يعني يعني يطوفون وتسبحون لله ما هذا هو العمل دي الملكة في الجنة إذا قال لي سير للمكة حيث بيت الله الحرام ليطوف به ويدكر ربه شلين وجرى آدم يعني آدم لما سمع هذا يعني الأمر دي الله سبحانه وتعالى باش يمشي المكة بقى كي يجري واشتد دجريو لكن بين الجبل بين الهند وبين أرض الحجاز راه مسافة وهنا آدم يتمنى فقط أن يطوف حول بيت الله كما كانت ملائكة الله تطوف بالبيت المعمور في السماء شوف اش كان بغير سيدنا آدم بغير يصل ذلك البيت الحرام ليه غير يكون أول بيت في الأرض اش بغير يطوف كما كانوا الملائكة يطوفون في يعني بالبيت المعمور في السماء وحول عرش الله تعالى وكأنما نبت لآدم ريش وجناحان يعني تخرجت الريش وجناحان فوصل سريعا إلى مكة شاء وعد سرعة إلى مكة وهناك ومن بعيد رأى ظل إنسان آخر يعني من بعيد بقى كي يبليه وحد الظل فلما اقترب تيقن أنها امرأة ولكن لم يكن يعرف أنها أمنا حوال فأسرع نحوها وقلبه ويكاد يقفز من بين أضلعه يعني القلب يلو بفوت لكي شوف كي يجرب شيء يتعرف عليها يتعرف شكون هذه المرأة لقلب يلو كان يخرج له من أبيل الأضلع فلقد لقيها أخيرا إنها حواء يدين حواء يلي هفتت في جبل على أرض الجزيرة العربية ولقد كان اللقاء بمكة على جبل من جبالها تعارف على قمته يتعرف يعني بقى آدم حواء مليه بطفل الأرض تمت لقاء أول لقاء ديالهم لهذا سمي هذا الجبل تسمى جبال عرفات لذا بحنا الإنسان كيف يقفو به إذن هذا هذا أول السبب الذي يجعل لك الجبل يسمى جبال عرفات لأنها أول لقاء بين آدم وبين حواء على الأرض وانطلق آدم وحواء إلى بيت الله تعالى بيت الله الحرام بمكة يعني مشاول بيت الله الحرام بمكة ليطوف به أشج أشلق فوجده ياقوتة هو عبارة عن ياقوتة يهبطت من السماء هي هذه هذه الياقوتة والمكان اللي بني فيه لتبنى فيه الآن مسجد الحرام فطاف به قوط يطفع لذيك الياقوتة وذكر الله كثيرا وبدأت رحلة العودة العودة إلى الهند وغير طافو يعني بذيك البيت الحرام وكاد وذكروا الله تعالى يتموا وسبحوا الله صحوه وتعالى وهم يرجعوا لما يرجعوا للهند ثم بدأت رحلة العودة إلى بلادي الهند حيث هبط آدم من الجنة يعني يرجعوا المكان الأول اللي هبط فيه سيدنا آدم إذن كانت رحلة ممتعة ورائعة وكان فرح آدم بتوبة الله تعالى عليهم يعني آدم فرح فرحا كذلك فرحا كثيرا وكذلك أمونا حواء أعلاش فرحوا لأن الله ستلقى بلا يعني توبتهما ولكن بدأت الحياة على الأرض ليس هي الحياة في الجنة لكن الحياة يتعب كلها فقد بدأت المتاعب من هنا بدأت المتاعب كيفاش ففي الجنة لم يعرف آدم ولا حواء جوعا ولا عطشا يعني في الجنة ما كان يعرفه شوشنا هو الجوع ما كان يعرفه شوشنا هو العطش ولكن على الأرض بدأ الجوع والعطش هو عنوانان يعني لبطن الإنسان يعني الجوع العطش يعني كتحس به يعني على الأرض محل الجناع لقد شعر آدم وكذلك شعرت حواء بآلام في البطن يحسون بألام في البطن ولم يستطيع أن يمشي يعني ما قد ألقوت لذلك الجوع ذلك الآلام في البطن هم لا يعرفونه هو الجوع يعني يحسون بألام في البطن حتى أنهما لم يستطيع المشي إذن وراحت رأسهما تدور وعيناهما لا تراين شيء يعني بقوا بقوت جوع ما بقوش كي يشوفوا فنزل جبريل فإذا آدم يصف يعني نزلع لهم سيدنا جبريل فإذا آدم يصف له ما يشعر به يعني كي يصفوا له هذا واحد الأقل يوم قالوا له واحد الألام يعني كي نحسوا به فقال جبريل يا آدم هذا هو الجوع فقال آدم تعجباً الجوع فماذا أفعل يعني ما كايش كي نعرف أشنا هو الجوع في الجنة فقال دعو الله تعالى أن يطعمك ويشبعك قال يدعو الله تعالى باش يطعمك ويشبعك وسالت دموع آدم على خديه حين تذكر نفسه في الجنة يأكل من شجارها ويشرب من مائها يعني كي يشرب كي يقول بدون تعب وبدون مشقة فيا له من نعيم زال ويا لها من راحة دهبت ومضت دعا آدم ربه خاك يدعو الله تعالى باش يطعمه ويشربه وفعلت ولكن لم يكن هذا الشي كله لم يسكت صورة البطن وخاك أنه يدعو ذاك شو بركين هك الشي الجوع بقي ذاك الألم بقي كي يحسو به وزاد الصاريخ هو عالى وارتفع بقوت الجوع كي يكتر الصورة دي سيدنا آدم وحوة كي يزيد حتى كاد الجوع أن يتحول إلى قاتل أن يزهق روح آدم وحوة حتى كان أنه ذاك الجوع كان يقتلهم يعني كي يقتلهم بقوت الجوع كثير يزيدان في الدعاء إلى الله تعالى ويزيدان في البتهال إلى الله تعالى يعني كيدعو الله تعالى ونزل جبريل يعني من بعد نزل سيدنا جبريل نزل معه معه حبات من القمح ربط معه واحد الحبات من القمح فقال الآدم بعد أن وضع الحبات في يده يحطم سيدنا آدم في يده قال له هذا طعامك يا آدم فقال له هذا طعامك دوك الحبات دي القمح هذا الذي أخرجك من الجنة ففرح آدم فرحا شديدا فقال أكله الآدم قال لي سيدنا آدم واذا نأكله هذا فقال جبريل لا بل وبدوره في الأرض يعني لا يوجد سهلا في الأرض لا لتأكل الجنة كانت تأكل بلا عمل تشرب يعني كالتأكل كالتأكل ولكنها في الأرض يجب أن تعمله حتى تستطيع أن تأكل بل فبدوره في الأرض وبدر آدم حبات القمح في الأرض فأنبتها الله تعالى في حينها ففرح آدم وقال قال الله يا جبريل أكلها الآن واذا نأكلها دبا فقال لا يا آدم بل حصدها أولا يعني من التمتات يعني وطابت ونضجت حصدها فقال آدم ولكن كيف أحصدها فعلمه جبريل كيف أن يحصد هذه القمح فراح آدم يحصد حبات القمح والجوع يكاد يقتله وهو يعني فيه الجوع ولكن يخدم لكي يجد ما يأكل وليس له حيلة إلا أن يفعل ما يأمره به جبريل لم يدرج ذلك ما قال له سيدنا جبريل سوف لا يستطيع أنه يصوف ذلك الطعام وهو سيدنا آدم يشوف الجوع يتقطع بالجوع لما ينظر إلى أحواء يجدها تبكي كذلك من شدة الجوع فيعمل أكثر فأكثر يعمل أكثر فأكثر وانتهى آدم من الحصاد سالم الحصاد فحمض ربه ثم قال لجبريل الآن أكله أنا وحواء فقال جبريل لا ولكن أفرق الحب أولا يعني حيد القشرة من الحب حيد ذلك القشرة التي تكون في السنابيل حيدهم فقال آدم والتعب يكاد يقتله يعني عيان وكيف أفرق فعلمه جبريل كيف يفرق الحب يعني حيد من القشرة ففاركه سريعا وظن أن آدم أن موعد الأكل يعني قدحان يعني يصبح في حق دير تكشرة قرب يأكل بعد أن أفرق البدورة إلا أن جبريل سريعا ما قال له أدروه الآن فقال آدم كيف فعلمه جبريل فبدأ آدم يدرو القمحة وحبات العرق تتنزل عن جبينه يعني ما معنى يدرو يفرق بالحب الذي يخصي يتكاله بنت يتكاله 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 على جانب إذن قلت فبدأ آدم يدرو القمح وحبات العرق يعني تتنزل من جبينه على أنفه وفامه وخديه وخديه عفوا وتحول الجوع في بطن آدم إلى وحش الكاسير قوت لي الجوع تولى وحش لأنه آدم مرحص بالجوع في الجنة وبعد أن انتهى آدم حتى مد يده إلى الحبات اللي يأكلها من لسنه فقال له جبريل لا يا آدم اطحنها يا آدم أولا يعني اطحنها فقال آدم الجاء بصوت مخنوق يعني وصل واحد درجة دي الألم وبأي شيء نطحنها يعني باش غنطحنها يعني موالوا مع رش فجاء جبريل بحجرين جاء واحد جوج حجرات وضع أحدهما فوق الآخر وقال بهذه الرحة يعني جوج حجرات هما باش غيبقى يطحن ذك الحبات وبدأت أنفاس آدم تتقطعه ويطحن الحبوب وهو لا يفكر في شيء يعني ما بقى يفكر في شيء إلا في إطعام نفسه وزوجته وانتهى الطحن ومد آدم يده ليأكل يعني من طحنها مش بغي يأكل لأن الجوع فقال جبريل لا يا آدم اعجنه أولا يا آدم تعجنه واللولاني وآدم الآن قد تججر أصابه التعب يعني عياء يعني التذكر الجوعية ولم يفارقه الحز وهو يتذكر الفيردوس قلت له إعماله باش خيرية كن شوفش حالك المشاق ومتاعي ولم يفارق الحز وهو يتذكر الفيردوس الذي طرب ذا منه كأنما يقول يا ليتني ما عصيت الله ولا أكلت من الشجرة لقد راح جبريل يعلم آدم كيف يعجن فعجن آدم القمح يعني وراكي فاش كي يعجنها فعجن آدم القمح بعد أن صار دقيقا وبينما آدم يعجن إذا به ينظر إلى جبريل فقال جبريل بعد أن تعجنه خبزه أولا لتأكلهم اللي تعجنه فقال آدم وكيف بقي كيف مع راش فقال أشعي النارا وقال ومين أين لي بالنار يا جبريل قال يومين غنجي شفنا النار فقال أجمع بعض الأغصان والفروع الجافة من الأرض يعني ذاك الأغصان ذاك العواد الجافة اللي نشفين ففعل آدم وعاد إلى جبريل فأخذ جبريل حجرين يعني أخذ سيدنا جبريل كي يوريه دبا كي يوريه حجرين فضربهما بعضهما ببعض فخارجت واحد الشرارة أمريكا تحق الحجرة الحجرة يعني تخرج واحد الشرارة صغيرة من النار فاحترقت الأغصان واشتعلت النار هنا تشعلت يعني النار وأراد آدم أن يضع العجلة ليختبذ فأحرقته النار يعني ذاك الخزات باشي طيب هم أحرقته النار فتألم وصرخ فقال جبريل عصيت الله فأحرقتك النار يا آدم وصار العجين خبزا فحمله آدم وحبات العرق تتساقط منه تكاد تطفئ النار وألم الجوع يكاد يقتله ودموع عينيه تنهمر يعني كي يبكي من فرط حزنه على خروجه من الجنة يعني وانتهى الخبز فقال جبريل لآدم الآن كل يا آدم شوش حدي المتعب باشي دير خبزا وكان في الجنة يأكل بدون تعب وبدون شق فلما أكل يعني بجوجهم دهب الجوع فلما دهب الجوع تذكر آدم وحواء طعام الجنة الشهي وتذكر أمر الله لهما بعد الأكل من الشجرة وتذكر لحظة خروجهما من الجنة فبكي وعلى صوت البكاء لقد انتهت أيام السعادة والراحة في الجنة وبدأت أيام قاسي هي أيام الدنيا ولا عودة للجنة إلا بعد الموت فيالها من مدة طويلة إذن العبرة أن يعني دب الأرض هي أرض دي المتاعب أرض هي دي الشقاء يعني خصي نخدم باش نناكل خصي نخدم باش نعمل الحياة هي الأرض دبو الحياة الدنيا هي حياة عمالين وكد إذن هذه هي كانت قصة يعني واخد تكون هي مبسطة القصة دي سيدنا آدم وحواء وكانت تمنى أن نكون عندي حسن الظن ديالكم وهذه القصة الأولى إن شاء الله سنمروا القصة الثانية إن شاء الله في الحصة المقبلة وأقول قولي هذا وأستغفر لي ونقوم الله إلى حصة المقبلة بحول الله شكرا 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 شكرا